رايات وشعارات طائفية تعلو من قلب دمشق ومن الجامع الأموي تحديدا مشاهد تنذر بمحاصرة العاصمة السورية بحزام طائفي لم يبقى لاكتماله إلا سيطرة النظام السوري مدعوما بميليشيات إيرانية على الغوطة الشرقية التغيير الديمغرافي الذي بدأت ملامحه قبل الثورة السورية عبر التغلغل الإيراني وبناء الحوزات وتوطين الإيرانيين بات اليوم سياسة علنية ظهرت مؤشراتها من خلال الهتافات الطائفية واللطميات العلنية في سوق الحميدية الدمشقي والجامع الأموي فعلى قدم وسق تسير مخططات النظام السوري وداعمه في تغيير شكل وبنية دمشق وريفها عبر إفراغ المناطق من سكانها الأصليين بعد تدميرها وإجبارهم على الخروج منها أكثر من خمسين ميليشيا مدعومة من إيران وتتلقى الأوامر من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تصدرت قيادة العمليات العسكرية ضد فصائل المعارضة المسلحة وشاركت في عمليات التهجير التي تعرضت لها داريا والزبداني وبلدات وادي بردا حتى باتت هذه المناطق خالية من أهلها وتجري عمليات هندستها من جديد لتوطين الميليشيات الإيرانية فيها السيناريو الذي تعرضت له بلدات غربي دمشق يعاد اليوم تطبيقه في الغوطة الشرقية عبر اتباع النظام السوري وحلفائه سياسة الأرض المحروقة وإجبار أهل الغوطة على الخروج منها عبر الممرات التي اقترحتها روسيا ليكون بذلك قد أفرغ محيط دمشق من سكانه الأصليين ومن لم يهجر بالحرب هجر بسياسة التضييق والملاحقة الأمنية حيث شهدت مناطق قلب دمشق كحيي مز بساتين وتنظيم كفرسوسة سياسة تهجير بدعوى إعادة تخطيط المناطق وإزالة العشوائيات يضاف إلى ذلك كله فصل مناطق قلب دمشق عن بعضها بكانتونات طائفية دمشق اليوم بات التعج بالوجوه الغريبة في صورة تنافي ماضيها وعن عراقتها العربية حال دعا كثير من المراقبين إلى القول أن أهل الغوطة اليوم يدافعون عن الأمن القومي العربي بأسره